خلاف جديد بين بغداد وأربيل تصدر المشهد في العراق بعد إعلان مجلس القضاء في كردستان العراق بالأمس القريب أن حكومة بغداد لا تمتلك حق إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق وأن القانون سيظل ساري المفعول ردا على قرار للمحكمة الاتحادية قضى في شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان العراق وطالب بإلزام كردستان العراق تمكين وزارة النفط الحالية وديوان الرقابة المالية من مراقبة عقود بيع النفط والغاز في كردستان العراق فضلا عن تسليم الانتاج النفطي إلى حكومة بغداد في فصل جديد من الخلاف بين الطرفين هذا التصعيد في ملف النفط بين بغداد وأربيل تطور إلى دعوة لحل الحزب الديمقراطي الكردستاني تقدم بها تلاف دولة القانون إلى المحكمة الاتحادية لحل الحزب الذي يتزعمه مسعود برزاني وذلك بتهمة عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط في المقابر رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على دعوة حله قائلا إن محاولات حل الحزب قديمة مضيفا أن اللجوء إلى القضاء للغرض نفسه يعد جزءا من تلك المحاولات مراقبون أكدوا أن عائدات النفط شكلت ملفا شائكا بشكل دائما في العلاقة بين بغداد وأربيل ومثلت عنوان الخلاب بين الطرفين لسنوات مضيفين أن العلاقة بين أربيل والمحكمة الاتحادية قد توترت منذ الزار الأخير حكما باستبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هشير زيباري من سباق الترشح على منصب رئاسة الجمهورية وذلك على خلفية اتهامه بملفات فساد بيد أن الخلاف في نظر عدد من المتابعين والمحلليين هو خلاف سياسي عميق وممتد منذ سبعة أشهر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحلفائه من الصدريين وتحالف السيادة الذين يسعون لتشكيل الحكومة وبين خصومهم في تحالف الإطار التنسيقي السعين لعرقلة وإحباط مساع التشكيل في صراع سياسي وحزبي وميليشيوي مستمر منذ عام 2003 وإلى الآن